تعال اقول لك يا أمر ايه بديل السمنة اللي هنكمل بيه مع القرص الفلاحي اللي بالعجوة دي حاجة هحطها هتديك نفس النتيجة بتاعة السمنة طرية وجميلة وهشة زي الفين قرص بالعجوة أحلى من بتاع الأفران قرص طرية عايزة اقول لك ان الشتة ما ينفعش قلب رحة الخفيز ورحة القرص والريحة الجميلة تمنى البيت وتمنى البيت دفع التقوس الشتوي بتاعنا او البيات الشتوي زي ما الناس بتسميه نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين فضت اتنين كيلو دقيق عادي النوع ده حلو مش محتاج نخيل هحط عليهم أول حاجة زرة ملح سنة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وبيطلع الرطوبة اللي في العجين وهحط كمان كباية سكر صغيرة زي كباية الشاي كده يعني على كل كيلو حوالي تلات معالي حطيت كمان باكو كيك شيف وهحط خميرة فورية معلقتين كبار أو باكوين على كل كيلو معلقة أو باكو قلت المكونات الجفة مع بعض هحط بقى السمنة هي كباية واحدة اللي في العلبة هكملها كمان بشوية زيت وهقولك البديل إيه؟ بديل السمنة اللي أنا هحطها هتديني نفس النتيجة الطرية الجميلة دي بص شوية زيت كملت الكباية كباية واحدة على اتنين كيلو هكمل بقى بإيه؟ باللبن تمام؟ اللبن ده هحطي فعليه كبايتين زبادي بديل السمنة كاني هحطي كباية سمنة هيديني تروى للعجين والعجين هتبقى هشة وزي الفين وتحفة مش لازم نقطر دهون ممكن نقطر لبن وزبادي ده البديل المهم نحط نفس المعيار اللي قدت هحطه سمنة هحطه زبادي يعني كات محتاجة كباية سمنة كمان هحطهم كبايتين زبادي هيدو معي نفس النتيجة الممتازة تفضل تبسي بقى كده الدقيق في السمنة والزيت هو ما كانش المفروض أحط زيت هتديني أرمشة بسيط أو الأعر يبقى مقلي قل المهم دفت كيلو لبن أو غليته سبته يدفى يعني زي دمعة العين حطيت صبعي استحملته ودفت كبايتين الزبادي لأن أنا كان المفروض أحط كبايت سمنة كمان وحط شوية تخلي حوالي فنجان الخل الابيض بيساعد على إن العجينة تبقى طرية جدا ولونها فاتح تبقى قطنية أقل بقى المكونات دي مع بعض الجفة مع السيلة الزبادي واللبن والجقيق والخميرة والبكينبودر والملح وشوية السكر وفدأ لعجن وبس فيهم مش هحتاج حاجة تاني قال كبش الدقيق صغيرة كده حوالي فنجان صغير لأن الكيس دوة المعلم ما بيبقاش كيلو بالزبط بيبقى حوالي تسعمائة جرام أو تسعمائة وخمسين يعني غير السايب فأنا أحط حبة عشان أكملهم اللي اتنين كيلو بالزبط أو عشان ألم العجينة بيهم بس مش أكتر أفضل بقى أعجن ولدت كده في العجينة على فكرة مسرع الفيديو جدا لأن أنا كنت بعجن ببطء خالص واستريح شوية وارجع كم مش عجني كده لدتو عجني بيجي كانت بتعجيني عيش لا مجرد أني شي بتلمي العجينة أهو أحمد ابني قلت له نولني شوية دقيق ماليت إيجي بس دقيق مش هحط غير كده ألمي بس العجينة بيهم ومشاء الله هتتلم وهتبقى عاملة زي الملبن كمان وهوريكم أهم حاجة تريحيها بعد ما تهجنيها حوالي نص ساعة عبل ما تحضر الثانية والعجوة اللي هتحطيها فيها واذك عوري العجوة كده تتصبعها زي الكفتة كده خلاص ما شاء الله هبصي ما بقتش تلزق في إيدي طالما ما بتلزقش في الإيد تعرف إن العجينة دي تمام بقت ممتازة أسيبها بقتها دا شوية طبعا اللبن الدافع عشان حطته دافي ساعد على تفاعل الخميرة الفورية يعني لو هتتحط الخميرة في شوية مية تبقى دافين وشوية سكر أو على تحطيها مع لبن بقى لبن دافي هتيت معلقة قرفة مطحونة على كيلو عجوة وهحط شوية سمسم أبيض بس هديهم لحمة تحمصهم لي شوية على شعلة البتاجاز يدو بي تقطقوا بس كده يتشوحوا طبعا من إياهم وهصفي علبة السمنة النقطة اللي فيها هحطها على العجوة يعني عايزة مثلا معلقة سمنة بس حطت معلقة السمنة وهروح بإيدي بقى كده أفضل أعجن في العجوة بالروحة لغاية ما تتشرب السمسم والقرفة ومعلقة السمنة وبعد كده هعمل إيه هصبعها هصبعها حط معلقة زيت كده جنبي أو في نفس الصينية اللي فيها العجوة وباللي إيدي كل شوية زيت وصبعها كدك بتصبعها يكفتة برز طبعا مش عاملها صوابع حسب ما انت تعمليها أهم حاجة تتأكد إن هي تشربت السمسم وتشربت القرفة القرفة دي طبعا اختياري اللي رياحك مش حابة ريحتها بلاش بس بتجرد دورة دموية وجميلة جدا وفويدها حلوة قوي وفي الشتاء كمان بصراحة طحفة خلت العجوة لها ريحة مميزة حطيت شوية زيت حوالي معلقة كبيرة في الصينية اللي أنا حطة فيها العجوة هبلي إيدي بقى وابدأ أصبع أخذ حتة عجوة أعملها كرة يعني أنا عايزها قد حتة العجين اللي أنا أحطها فيها أو العجين أكبر حاجة بسيطة هفرد العجين إن شاء الله وحط فيها حتة العجوة وقفل عليها وكوّرها وابقى أفردها في الصينية طبعا إديتها شكل جمالي كده بسكينة علشان أبين برضو إن دي فيها عجوة مش فضي لو أنت عايزة تعمليها من غير حشو عايزها بس طرية هي كوّرت العجوة كلها عملتها أجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها كده العجين ارتاحت شايف حجمها الضعف إزاي أحمد هي وريكي قدام الكاميرا اللي عجينة عاملة زي اللي بينا كأنها والله جيبنا موت زريلا بتموت الزيت جميلة جدا ارتاحت معايا كتير يعني حوالي نص ساعة بل ما عملت الكفتة قصدي العجوة وصبعتها كوّرتها أخد بقى حتة عجينة أفردها وحط عليها كورة بتاعة عجوة أفرد حتة العجينة وبعدين أقفلها كده بإيدي وأخد الزيادة المهم أن أنا أقفلها من كل الاتجاهات عشان أرصها في الثانية ميبقاش منها باين حاجة لأن العجوة ما بتبقى باينة من الأرصة بتلزق في الثانية وبتتحرق فمش حب أن هي تطلع من الأرصة فعشان كده بقفلها من جميع الاتجاهات وكورها وشلق الزيادة عشان ميبقاش فيها عجين كتير تجيبي بقى الصجات اللي عندك صاني الألمونيا اللي عندك تمسحيها وتخسلها كويس جدا تنش فيها عشان ما نفعش يبقى فيها مية وترس فيها العجينة بتاعتك كلها تملس ثواني الألمونيا اللي عندك أو الصجات اللي عندك وهنسيبهم يختمروا يخمروا محتاجين مثلا ساعتين ثلاثة أربعة بكتير ما تسيبهمش أكتر من كده أصلا العجينة كانت ما شاء الله خمرنا في إيدينا طبعا حسب الخميرة اللي انت بتحطيها لو عايزة تحطي خميرة بيرة اللي يريحك اللي انت بترتحيله في العجين فأنا بدأت أرس في الثانية وطبعا بالسكينة بحزها من فوق عشان يبانن فيها عجوة وتبقى شكلها شكل الجاهز لا تتخيلي بقى ريحة الخبيز ورحة الدفع ورحة الشتاء وتشم الريحة كده وانت في البيت مليان خير ودفع وقرص بعجوة حاجة كده تحفظ يعني الناس كتير بتحب تعمل مخبوزات في الشتاء وبصراحة بتنفع للفطار بتنفع لأولادنا يغيروا رئهم قبل ما يخرجوا للمدارس لو جوزك رايح شغله مع كوباية شاي بلبن الصبح يغيريه بقرصة أو اتنين الولاد ياخدوا معاهم المدرسة تنفع يتصبروا حبل ما تعملي أكل زي ما انت شايفة كده بس كينة رفيعة وبحز كده بس كده عشان تبان العجوة أول ما تخمر وتستوي هتلاقيها بانت من جوه هعمل بقى كل الكمية اللي عندي الصواني اللي عندي كلها الألمونيا واتأكد ان خلاص كله تمام يعني بص على أول صانية عملتها هلاقيها ان هي بدأتها لو حجمها يتضاعف أنا طبعا مش دهن الصواني أي حاجة ما تدهنيش لسمنة ولا زيت ولا أي حاجة هي هتتعمل لوحدها من غير ما تدهني أي حاجة أنا حطة في قلبها هي حاجة بسيطة اللي حطها لو انت عايزة تحطي السمنة ونزبوطة والزيت هتحطي نص كمية الدقيق بالزبط بس أنا حبيت أوفر وفي نفس الوقت كان عندي زبادي ولبن وأنا عايزها تبقى عاملة زي الفين وكده أو القرص بتاعة المخابس اللي بيبقى فيها يعني بتبقى فيها ها هتت عجوة صغيرة ما بيبقاش فيها عجوة مجرد علامة بس بتفتحي القرصة ولا اللي انت جايباها بتلاقي العجوة بسيطة جدا وكمان العجوة بتبقى بتقرش في المخابس وما بتبقاش نوع هنجيف ولا عارفة جاية منين فالحاجة بتبقى في البيت مضمونة وجميلة جدا دي اول صناية عملتها بدأت تخمر معايا ما شاء الله اول ما خمرت سبتها ترتاح اربع خمس ست ساعات برحة هنا عملتهم اتنين بالليل بدأت تخبزهم تمانية الصبح وتسخني الفرن وتحطيها في النص على الشبكة يعني ما تحطيش حاجة في الفرن قبل ما تسخنيه عشان تديك النتيجة مظبوطة والقهر كمان يبقى مستوي ومتديكي لون زي الوش طبعا لو عندك فرن كهربائي هتديكي لون موحد ان كلها حمرة كلها بيضة الحاجة اللي بتعمل في فرن العادي الانبوبة او الغاز بتبقى لونها دي بيضة ودي حمرة حسب ان انت مش ضبطة درجة الحرارة ساعدتها اللاي صانية لسه ما استواتش قوي بس القهر استوى صانية بتبقى الوش احمر والقهر احمر هوريكي كمان افتح لك واحدة تشوفي شكلها والله جميلة جدا ورحت البيت دفع وشتع ورحتها مالية البيت ووفرت في السمنة الحاجات الطرية دي بتتشال في الفريزر شايفة طرية ازاي والعجوة فيها مظبوطة لازم تجربي الطريقة دي وتقوليلي رأيك فيها ايه انا عايزة لو عجبتك الطريقة اقع تنسي اللايك اللايكي امر ولو اول مرة تشوفيني دسي على الاشتراك اللي باللون الاحمر وفعل الجرس عليك كل علشان يوصلك كل جديد اتمنى بقى تجربي الطريقة دي وهستنى رأيك في التعليقات اتمنى تجربيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته